سلام عليكم في الايام اللي بعد الهجوم المميت اللي نفذته حماس في 7 اكتوبر كان عند الرئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو طلب من الرئيس بايدن هو سؤال هل بالامكان الضغط على الرئيس المصري لفتح حدود بلاده واستقبال جزء كبير من اكتر من مليوني فلسطيني موجودين في غزة بايدن طبعا قال لنتنياهو ان الفكرة لم يجد لها قبولة لدى الحكومة المصرية اللي اوضحت انها ليست مهتمة بقبول اللاجئين الفلسطينيين ولعب اي دور في تهجيرهم الجماعي ده كلام واشنطن بوست في مقالها اللي نشرته في الجريدة الخميس الماضي 21 ديسمبر واللي بيتوافق مع ما اعلنته مصر سرا وعلنا طوال الشهرين الماضيين في لقاءاتها مع كل المسئولين الغربيين اللي يتوافدوا حاملين هذه الطلبات او في كل المؤتمرات اللي حضرتها مصر لكن فشل خطة التهجير لمصر لم توقف عجلة المخطط بل حولت اتجاهها فقط ففي البداية منذ ايام رأينا استقبال الشيشان لعدد من اللاجئين الغزويين واللي تم التنبيه وقتها بانهم خرجوا عبر معبر رفح بجوازات صفر روسية ودلوقتي خرج الحديث عن مواصلة التفكير في خطوات هذا المخطط من خلاله كشف ناتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي عن جهود تجريها اسرائيل لإقناع بعض الدول على استقبال مهاجرين فلسطينيين من غزة حقيقة ان التصرحات دي نقلتها هيئة البس عن لقاء ليه مع كتلة حزب الليكود كما عرض عدو الكنيسة داني دانون من الليكود ما اعتبره حلا لمشكلة غزة قائلا انه تلقى اتصالات من دول في امريكا اللاتينية وافريقيا ترغب في استيعاب اللاجئين من قطاع غزة وان بعضهم طلب الدفع يعني تلقي اموال وبعضهم طلب ايضا اشياء اخرى معلن منها وغير معلن حقيقة ان الراجل من طيبة قلبه قال ان هذا سيسهل الامر على سكان غزة الذين سيبقون في القطاع فضلا عن جهود اعادة بناء القطاع وقتطبيق عملي لهذه الدعوة اعلنت كندا الاسبوع الماضي عن برامج هجرة مؤقتة لأقارب الكنديين المقيمين الدائمين المتضررين من حرب غزة وبحسب دائرة الهجرة واللجوء والمواطنة الكندية التابعة للحكومة الكندية في ان من المقرر يشمل الاسرائيليين كمان والفلسطينيين في كل الاراضي المحتلة المتضررين من الحرب لتسهيل ما يمكن وصفه بانه اقرب الى توسيع لم الشمل ويمنح اقامة مؤقتة ما يتحول غالبا الى اقامة دائمة لدى تلبية شروط معينة وفي الحقيقة ما اتكلمتش عن الهجوم الضاري الدائر حاليا على مصر بسبب محاولتها لهنهاء هذه الحرب والمسبحة بمقترحات عقلانية منذ بداية الحرب لان النباح تعودنا عليه ولن نتكلم عن المحاولات التي تساعدت حدتها بجنون لمحاولة جر مصر لحرب ليست حربها ضد امريكا وانجلترا واسرائيل ولن نعيد الخوض في حدودة 7 اكتوبر وهل هي اتفاق ام استغلال للغباء فهذا ليس وقته لكن كل اللي بنقوله ان اي انسان لديه ضرة عقل بقية مع قليل من الضمير حيفهم من خلال ما يراه من وقائع الارض منذ شهرين ان هناك خطة معدة مسبقا ومن خلالهم يتم تدمير كل مؤهلات الحياة في قطاع غزة ودفع شعبها للعراء ليكون امامه خيارين اما البقاء والفناء او الرحيل للنجاح بالحياة ولان الخطة كانت تعتمد كليا عن اجتياح حدود مصر سواء بموافقة مصرية او عدمها فشلت فبيتم عمل على مناطق بديلة بعيدا عن المنطقة والحقيقة هناك معلومات عن اتفاقات تمت بالفعل مع بعض الدول اوروبا الشرقية لاستقبال اعداد من اللاجئين مقابل مساعدات ومنح وحب هنا اقول ان شعب فلسطين في غزة هو مفاجئة المؤامرة بصموده الاسطوري في مواجهة ظروف هي الافضع في تاريخ العالم المعاصر طب والمقاتلين على الارض كمنصف ممكن اقول انهم قد يكونوا بصمودهم وكفاعهم فجأوا قيادتهم في لندن لكن مجنون من يطالبهم بالقتال حتى الفناء تحت وهم تحقيق النصر بكل حال اي انسان عائل لابد ان يرى انه من الواجب استمرار صمود اهل غزة والمقاتلين على الارض في عمل سياسي كبير لايقاف هذه المهزلة في اسرع وقت بعيدا عن اصحاب الشعارات الرنانة الخالية من اي مضمون والذين يطلقونها وهم بعيدا عن غزة مستلقون على اسراتهم امام المدفقة بمبدأ كده اوعى حد يضحك عليك ويقنعك ان هناك دولة ايا كان الشعار المعلن تمول جماعة في دولة اخرى من اجل مصلحة غير مصلحة الدولة المانحة وبالتالي لما يجيلك واحد يقنعك ان تمويل ايران لحزب الله اللبناني والحوثي اليمني والحجر الشعبي وحزب الله العراقي وحركة حماس وفلسطين وتدربهم وتسلحهم هو من اجل الله والوطن فانصحك تعمل لكوا بيت شاي شربها باعتبارك رجل محترم وبتكرم ضيفك وبعدها تسلم عليه على باب بيتك ليخرج بلا عودة وتقول انشفتوه في معركة ام اقتلوه ايران حاليا بتلعب دور سواء بالاتفاق او الاستغلال في موضوع الطفان اللي بدأ يوم 7 اكتوبر هنشوف بعض الوقائع ونفهمها براحتنا كده واحدة واحدة قصة مهزلة غزة بدأت يوم 7 اكتوبر وكان المتهم الرئيسي في دعم حماس هي ايران ايران عن نفسها اعلنت انها صحيح مولت ودربت وسلحت لكن وعهد الله بيقولوا مناش دعوة بالهجوم ولا نعرف حاجة عنه ففي 10 اكتوبر بقى نفى المرشد الايراني علي خامنئي خلال كلمة القاها امام كلية عسكرية وجود دور لبلاده في هذه العملية التي وقعت يوم 7 اكتوبر قائلا ان انصار اسرائيل خرجوا باشاعات حول دور طهران انهم على خطأ والعملية فلسطينية مئة في المئة حزب الله اللبناني المدعوم ايرانيا بدأ في منوشته مع اسرائيل منذ يوم 9 اكتوبر تعمل لحظة اعلانه ان حرب غزة هي حرب حماس ليس مسموحة لي بفتح الجبهة بالكامل منذ 18 اكتوبر 23 تعررت القواعد العسكرية الامريكية في العراق وسوريا لاكتر من 98 هجوم 51 هجوم في العراق و 47 في سوريا بالسواريخ وبطائرات مسيرة من قبل ميليشيات عراقية مدعومة من ايران ردا على دعم الولايات المتحدة لاسرائيل في الحرب وبرغم كده وللصدفة البحتة ادارة بايدن في 14 نوفمبر قامت بتمديد الاعفاء من العقوبات اللي بدأت في يوليو للسماح لايران بالوصول الى ما يصل الى 10 مليارات دولار من عائدات الكهرباء التي كانت في السابق مودعة في العراق وفي تغيير عن السياسة السابقة يسمح لايران بتحويل ايرادتها الى اليورو والسحب من الاموال اللازمة لوردات الميزانية من العراق وعمان ويا اخي بالصدفة البحتة برضو في 19 نوفمبر الحثيين بيستولوا على سفينة الشح غالكسي ليدر بالبحر الاحمر كبداية لما اعلنوه من استهداف السفن المرة بالبحر الاحمر والتي لها علاقة باسرائيل وللصدفة البحتة يخرج تأرير استخباراتي برطاني عن سفين التجسس ايرانية في البحر تمد الحثيين بمسارات السفن المستهدفة وبرضو يا صديقي للصدفة البحتة ايضا بتبدأ ايران اواخر نوفمبر وبالتحديد 22 نوفمبر في زيادة انتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب وده وفقا لما اعناته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاث الماضي لما قالت الوكالة ان ايران ترجعت عن طبوته استمر لاشهر في معدل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل الى 60% القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع اسلحة وفقا للوكالة تمتلك ايران بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل الى 60% يمكن اذا تم تخصيبها لدرجة اكبر 90% ان تكفي لصنع سلاس قنابل نووية وذكرت الوكالة في بيان ان ايران زادت انتاج سادس في دوريد اليورانيوم والمخصم بنسبة تصل الى 60% من اليورانيوم 235% الى حوالي 9 كيلو جرامات شهريا منذ بداية نوفمبر ومن بداية ديسمبر كذا شركة تعلن تحويل رحلتها الى رأس الرجاء الصالح خوفا من الهجمات الحوثية وفي 19 ديسمبر اعلنت امريكا عن تحالف حارس الازدهار لتأمين الملاحة في البحر الاحمر وهو ما ادى الى زيادة كثافة التواجد الامريكي والغربي في هذه المنطقة الحساسة للامن القومي المصري من يومين رضا موسيق قيادي بفليق القدس الايراني اغتلته اسرائيل في سوريا وايضا من يومين قال المتحدث باسم الحرس السوري الايراني رمضان شريف في تصريحات تلفزيونية ان عملية الطوفان الاقصى كانت احدى عمليات الانتقام لاغتيال سلماني بعدها حركة حماس تم فيما ورد على لسان المتحدث باسم حرس الثوري قالوا في بيان اكدنا مرارا ودوافع واسباب عملية الطوفان الاقصى وفي مقدمتها اخطار التي تهدد المسجد الاقصى حد فهم حاجة عن نفسي وبرأيي كالعادة ارى ان الكل ايران واسرائيل وامريكا وحماس بيلعبوا مع بعض على جسد شعب غزة طب ومصر بتعمل ايه وسط هذه المعجنة التاريخية مصر لازم يبقالها موقف مصر بتعمل حاجات لازم تعملها وإلا انزلق في وسط المعجنة ليفترسها الجميع وهي الهدف الاول والرئيسي لهم بتخود سياسيا معركة ضخمة لمساعدة الشعب الفلسطيني وفي ذات الوقت محاولة انهاء المهزلة في اسرع وقت ممكن بترائب بهدوه كل التحركات على الارض ولسان حالها بيقول العبوا مع بعض براحتكم لكن اللي حيجيلي ملهوش عندي دية حفظ الله مصر ارضا وشعبا وجيشا حفظ الله مصر ارضا وشعبا وجيشا وقائدا حفظ الله فلسطين ارضا وشعبا وصلت معي الحد هنا فانا بشكرك جدا جدا وبتمنى من حضراتكم تعملوا لايك واشتراك ومتابعة للقناة عشان يوصلكم كل جديد صدقونا بنتعب جدا في اعداد وتجهيز وعرض المحتوى ده على حضراتكم فاتمنى ان انتوا تساعدونا ان شاء الله ان احنا نوصل لأكبر عدد من الجمهور كان معاكم انا احمد الحكيم واشوفكم بخير في حلقة جديدة من حلقاتنا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته